اشتركوا في القناة في الحديث انتع القيطار الفاجئة احنا دورنا كدفاء كنقوله اودي ماشي هو السبب رئيسي ولكن هاد النقاش انتع الدوافع والعوامل والحيتيات غاي تتنقش امام محكمات السيناف اللي قلت وكن اكد عليه انه خرج خرج عند وديداته انه تمتع بالسراح لمؤقت معدى ذلك الاتوار لمحاكمة ديله هذي خمس شهور وخمس يام تقريبا دازت في اجواء عادية اجواء عادية تمتع فيها بكافة الضمانات القانونية اللي كيعطيها للقانون اكتر من ذلك حتى الاريحيات المحكمة كانت كتتعملها باريحيات يلا كنت عيان نعطيك الماء ولا نعطيك الكرسي او شيء ما دقابل بمنع حقوقه كانت مضمونا بالدفاع دياله طبيعي الحال ندلينا بنجموعة من الدفعات اولية ومن الدفعات الشكلية اللي غات نقشها المحكمة اللي غات نشوفها في المنطوق انتعال الحكم في حيتياته عاد ممكن نقشوها امام الجهة المختصة اللي هي القضاء ماشي الصحفاء او للعموم او لم نقشوها ابدا نطلبو الباراء دياله ويتحاسبو المسؤولين الحقيقيين احنا نطلبو الباراء ويتحاسبو المسؤولين الحقيقيين ادارة منتع السيكة الحديدية وبالنسبة للقانون الاساسي ديالهم ما افتشاي واش راي يردوه او ما يردوش واش بقات المانضى دياله ديزا ولا ما ديزاش هذا لاعلم اللي به منذ خمس شهور وخمس ايام اليوم غات تسليل خمس ايام ناكر اجراءات اداريات متع المؤسسة السيجنية هذا هو عادي مسألة عادية ماشي ما معتقلش تاسسو في يندبا هو محكم على اساس النخص يخرج الحكم اللي قضاء البعض قضاء بما قضاه يعني خمس شهور وخمس ايام اليوم غات تسليل خمس ايام